السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معي فيديو جديد بالنسبة الوصفة اليوم ان شاء الله فنحضره مع بعض خبز ديال دار او خبز بسميده كي جي هائل جدا وكذلك نوري لكم طريقة طهي دياله في الفرن الكهربائي نبدأ على بركة الله بالنسبة المقادر كما شتو هنا ياخذت معاكم القياس بالكاس ديال العنبة احتاجت جوج كيسان ديال السميدة رقيقة اللي كان احترو بها الحرشة وحتاجت كذلك واحد المعلقة كبيرة ديال الخميرة الخبز بالنسبة للخميرة استعملت هذي اللي كتكون حبيبات وإلى كانت مطوفر عندكم الخميرة المعجونة استعملوا الخميرة المعجونة او الخميرة الفورية كذلك درت واحد المعلقة صغيرة ديالس كارسانيدة وبنسبة المدافي درت ثلاثة الكيسان ديال المدافي غادي نخلط هاتش مزيان بجدوب هذيك الخميرة أمسيان دبها غادي نزيده الدقيق هنا كيذلك الدقيق غادي نعبرو Planning بالكاس درت الجوش كيسان في الأول ديال الدقيق غادي نخلط غادي نزيد عليه الملحة ضربت تقريباً مع القسمة صغيرة ديال الملحة وبالنسبة للملحة فكتبقى لحسب الطوق من الاحسن الخبز متملحوش بزاف دائما انا الخبز كان حاول انه نيما نملحوش بزاف لانه شي مرة كنت نديرو الماكلة كتكون مالحة شوية فالخبز من الاحسن يكون شي شوية مستوس كم مشته هنا يا ضفت الكاس ثالث ديال دقيق من نسبة لدقيق بمراهم غربة لنطابية الحال استعملت دقيق اللي كيكون شي شوية حرش مش هاداك الفورستر طاب بزاف اللي كيكون خاص بالحلويات ما استعملتش هاداك استعملت واحد نوعية كتكون شي شوية حرشة هادا الكاس الرابع غادي نستعملو تقريبا خمسة ديال كيسان ولا خمسة ديال كيسان ونص على حسب نوعيات الدقيق اللي غادي تستعملو اهنا زد نص كاس وغادي نخلط الا ما تجمعتش لي العجينة فانا غادي نزيد نص كاس اخر وهكا بالمجموعة غادي يكون درنا خمسة ديال كووس بقياس كاس العنبا ديال دقيق الفورز كيما اشتونا يا را زد نص كاس اخر يعني كيف ما قلت ليكم هادا القياس ديال الماء اللي اعطيتكم دخليها خمسة ديال كووس ديال الدقيق ان شاء الله غادي نحط ليكم القياس بالقرام بصندق الوصف هنم بادي مجمعت العجينة خليتها واحد ثلاثة دقيق تقريبا غطيتها وخليتها باش الفورز كيتلق هاداك الكلوتين ديالو وكيسهل علينا اننا ندلكوه وحتملي كندلكوه كي يعطينا نتيجة مرضية في الاخير كمشتورة كنديرو احترشيشة خفيفة بزاف ديال الماء غير واحد تقريبا غير مع القصغيرة ديال الماء وكنحاول ندخل اذاك الماء في العجين وانا كندلك بهالطريقة هادا تقريبا كنديرو خمسة ديال رشاد ديال الماء ما نفوتوهمش هاتشوفو هنا يا الشكل ديال العجين كيف كيكون العجينة كتكون مرخوفة ولكن ما كتلتسقش في اليدي بهالشكل هادا ضروري تخليو العجينة شي شوية خفيفة ما تكونش قاصحة بزاف باش الخبز يجيوكم مرتب ومنفوخ مزيان كيب مغتشوفو معايا في اخر الفيديو فهنا بعد ما انتهيت ودلكت العجينة مزيان غدي ندهن الجواني بهكا بزيت وندهن حتى العجينة بزيت نغطيها ونخليها في واحد ما كان دافي حتى تخمر واضع في الحجم ديالها ومدة ديال الاختيمار كتبقى على حسب الجو انا خمرت ليه في نص ساعة كانت خامرة كيف كتشوفو وخمرت بزاف نسيتها صراحة حتى خمر العجين بزاف كيف كتشوفو وفقط نصف ساعة وكان خمر لان الجو سخون غدي نرش هنا شوية ديال الفينو تقدرو انكم تكرسوا العجينة في السميدة الرقيقة يعني دك السميدة اللي عجلنا بها نفسها اللي جمعوا بها العجينة انا فضلت انني اللوي العجينة في الفينو كيف كتشوفو العجينة كتدير واحد الفوقعات هذا دليع لانها ناجحة ومدلوكا مزيان وخامرة مزيان غدي نقسم العجينة لجوش ديال القطاع انا هنا غدي ندير جوش خبزات كبارين شي شوية إلا بغيتوا تديرو خبزات صغيرين غدي يخرجو لكم ثلاثة وكن حاول نجمال عجينة بهات الشكل هذا كل واحدة تدير طريقة اللي كتجيها سهلة ولي مولفاها باش كتجمال عجينة خليت هنا يلا طلعان طيب فيها فرجتها هكا بالورق ادهنتها او عفوا ارشيتها بشوية ديال الفينو وممكن انكم ادهنها بشوية ديال الزيت غدي نغطيها ونخليها 1-4 دقايق تقريبا غير على ما ترتاح العجينة وتبغي انها تطلق لي الكورة الثانية نفس الطريقة كيف قلت لكم كل واحدة تجمع العجينة بطريقة اللي مولفاها حتى هي غدي نحطها في واحد اللاطة ونخليها ترتاح واحد شوية تقريبا 4 ديال دقايق كيف اذكرت هنا بعد مرور 4 ديال دقايق غدي نحاول اناني نبسط العجينة وهنا نقطة مهمة باش الخبز يجيكم سوين ما تضغطوش عليه بالسف كيف ما تشوفوا معي هنا غنقرب ليكم باش تشوفوا ما كان ضغطش نهائيا على العجين كان حاول اناني غير نمشي العجينة للطراف كنجروا العجينة من الواسط للاطراف بها الطريقة كيف ما تشوفوا وكيف قلت لكم ما تضغطوش على العجينة بحراء هاد الفوقعات هادو اللي كتشوفوا طالعين من العجينة ما كيترتقوش وهكا الخميرة ما كترجعش في العجين وما كيتفش ومن اللي كان طيبوه كيجي من فوق كيف ما غاتشوفوا معايا فحاولوا غير بالكف ديالي لديكم غير بشوية تجروا العجينة حتى تطلق ومن اللي كانت تكون العجينة خفيفة فهي ضغياء كتتمشى هنا من بعد ما اطلقتها غطيتها وخليتها كتخمر وغادي نشعل الفران باش يسخن يعني باللي كانت تكرسوا العجينة كتخلي واحد العشرة ديال بقيق من بعد كتشعلوا الفران يعني اخذتكم تخلي الفران يسخن بسيان كيف ما اشتوا انا شعلتوا غير من التحت ودرت اقصى درجة عندي لي هي 300 درجة وغادي نخلي الفران يسخن تقريبا عشرة ديال دقايق يعني هذا العشرة دقايق غادي يكون العجين خمر في المجموعة غادي نخليوه عشرين دقيق هنا من اللي كان ضغطوه بهالطريقة هادي كان ضغطوه بصباعنا وكترجع تنفخ العجينة هذا دليل على ان العجينة خمرات ما تخليوهاش حتى تحليكم من جنب غاد تطلع الخبز واحد شوية سافي نبدأ ونطيبو درت توقاب بالفورشيت تقدرو تديرو غير توقب في الواسط وحطيتها لتحت كما اشتو مني بدأت الخبزة كتطلع غادي نشعل الفوق والتحتاب ودائما على اقصى درجة عندكم غادي نخليها واحد شوية تقريبا واحد اربعات ديال دقايق هنا الخبزة التانية تهيارة خمرات غادي نحطها من التحت وهاديك اللي حطيت في الول غادي نردها من الفوق كما اشتو هنا يا رجعتها الفوق او قربتها لادوك الحديدات ديال الفوق باش تتحمر فهادي الخبزة الليولا بعد ما طابت الخبز كي يجي خفيف خفيف واحد درجة ما تصوروش هذا الخبز جا هائل جدا يعني لا تبعتوا هالطريقة عادي وكيف شرحت لكم وجربته وكنتمنى من كل قلبي انه ينجح ليكم ويجيكم بحال هذا نتيجة في الاخير عجبتني بساف جا رائع وانا مول فكندي الخبز بحال هذا صراحة ولكن هاد المرة ما كدبش عليكم عجبني بساف بساف يعني جا مختلف تماما على الخبز اللي مولفه كندير وخائنا هادي الطريقة اللي تعلمتها من الوالدة يعني هذا والخبز اللي ولفنا عليه من صغرنا كنديروه هانتو ما كيف شفتو كيفاش كاي يجي من الوسط هانا غا تشوفو هادي محمرة بساف اه تولوني علاش هادي كدهنت لها الوجه ديالها بشوية ديالزيت هادك الشي علاجات محمرة هكاك وهادي خليتها عادية يعني اللي بغيتو بغيتو الخبز يجيكم حامر بساف دهنوه من الفوق بشي شوية ديالزيت يعني من اللي كان بغيتو نطلعو الخبزة بشي تتحمر من الفوق كدهنو لها الوجه ديال بشوية ديالزيت بغيتو غير الجيهة كعادي كيف هادا غادي تخليوه هاكاك ما تدهنوه متاشي حاجة فكنتمنى تجربوه هنا الاعجاب ديالكم خليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله تحلى وليافرازكم سلام عليكم